السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم في هذا الفيديو سوف أسرع لكم طريقة اطارة عمر البطارية في الايفون ايباد والايبود اقصد ان كنت تعاني من مشكل في اطارة البطارية فشاهد معي هذه الفيديو وتتبع الخطوات وبإذن الله سوف تتحسن البطارية لديك في جهازك الفيديو مقدم من الاخ بل فرج لذا ارجو اني انا اعجابكم فاذا اعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة وعمل سبسكرايب وترك تعليق وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم معكم خكم بفرج اليوم عندنا عشر نقاط مهمة جدا للمحافظة على بطارية الايفون وتحسين اداءها وتخليها تعيش معك فترة اطول في عشر خطوات رح نشرحها مع بعض على السريع تابعنا عندنا البطارية مهمة جدا في الايفون والكثير يشتكي من البطارية او ضعف البطارية او ضعف مستواها في اشياء مهمة جدا عليك انك انت تسويها رح اقولها طبعا في اشياء كثيرة جدا لكن انا اختصارا للوقت والفيديو رح اعطيك عشر نقاط تقريبا للمحافظة على هذه البطارية وعلشان ندوم معاك اكثر اول نقطة انك انت دايما شغط النمط البطارية الذكي او شحن البطارية المحسن اللي هو رح تحصله طبعا من الاعدادات وتدخل على البطارية تدخل على حالة البطارية اهني اخر شي تحت شحن البطارية المحسن دايما تخليش اقال طبعا هذا نزل في التحديثات الاخيرة هذا يحد من استنزاف عمر البطارية دايما يتعود على عاداتك انت في شحن الجهاز يعني مثلا انا دايما هذه ايضا من النقاط اللي انا حاطها انه اذا بنام مثلا بالليل اخلي الجهاز اشحنه على الشاحن والصفح فك منه شاحن او اشيله من الشاحن يتعود الجهاز على الوقت اللي انت تنام فيه وتصحى فيه فاذا تعود راح يخليلك راح يشحلك البطارية 80% ولما يقترب موعد انتهاء الشاحن المعتاد مثلا انت بتصحى مثلا كمثال ساعة خمسة او ساعة ستة فهو قبلها راح يسوي لك يا فل راح يعبي لك البطارية بكل سهولة يتعود عليك انت متى دايما تسحب الجهاز او تشيل الجهاز من الشاحن هذه مهمة جدا هذه النقطة وهي البطارية المحسنة تشقلها دايما في جهازك النقطة الثانية دايما ابعد جهازك عن الشمس او البرد يعني الشمس او البرد بس احنا اكثر شيء في المناطق الشرقية او الدول العربية عندنا الشمس حارة جدا دايما نخلي مثلا الجهاز في السيارة او احنا ماشين او اي مكان فيه شمس قوية هذه الشمس او ارتفاع الحرارة راح تستهلك البطارية واداء البطارية عندك فلازم تنتبه من هذه النقطة المهمة جدا ودايما ما تعرض جهازك للشمس ايضا النقطة الثالثة ابتعد عن الشواحن الغير الاصلية اللي منتشر في السوق اللي اذا كانت ماركة يعني تكون قوية جدا ومدعومة من شركة ابل هذه اوكي تاخذها تستخدمها لان الشواحن او الوايرات او البلاكات اللي مو اصلية من ابل دايما تستهلك بطارية وتستهلك بطاريتك ايضا وتقصر في عمر بطاريتك عندنا رقب اربعة اشحن اثناء النوم هذه نقطة قلتها في البداية لكن مهمة جدا لان في ناس تخاف من ان تخلي مثلا شاحن طول الليل لا لا تخاف لان مع الاجهزة الحديثة من الايفون وان الانظمة الجديدة والاصدارات الجديدة التحديثات هذه خلت ان الجهاز اه ما يشحن بفل مثل ما اردتكم يا يشحن جزء ومتى ما انت قمت رح يكمل الجزء الاخر فلا تخاف من هذه الحركة ودايما سويها وانت متطمن ايضا عندنا النقطة الخامسة حافظ على اضاءة الشاشة اضاءة الشاشة اللي هي هذي دايما لا تعليها انت مو محتاج انك تعليها خليها وسط او اقل من الوسط شوية علشان ما تستهلك دايما عليك البطارية لان كل ما زادت الاضاءة كل ما زاد استهلاك البطارية وكسر في عمر البطارية من الاشياء ايضا المهمة اللي تساعد في الحفاظ على عمر البطارية عندك ايضا انك تشقل الوضع الليلي اللي نزل في التحديثات الاخيرة الوضع الليلي نفس هنا من هنا تقدر انت مثلا تتحكم فيه هذا مهم جدا الوضع الليلي وايضا عندك تسوي له توقيت مثلا من الشروق الى القروب او من الغروب الى قروب الشمس مثلا نمط الداكن عندك وعندك النايت شيف مهم جدا هذا النايت شيف اللي يعطيك لضاء الصفرة علشان تحافظ ايضا على البطارية عندك ايضا من الاعدادات تروح الى من الاعدادات وتروح الى عندك الخصوصية ومن الخصوصية عندك خدمات الموقع هذه تستهلك بطارية بشكل ما تتصورها وايضا تقصر في عمر البطارية اذا انت مو محتاجها تسكرها او تلقيها نهائيا او انك انت تسكر بعض الاشياء او البرامج اللي دايما تستخدم المواقع في خلفية الجهاز انت ما تشوفها فدايما تخليها اثناء الاستخدام او خليها اثناء الاستخدام او مطلقا كل شيء يعني لا تستخدمها اكثرهم انا مسوي نفس الحركة هذه يا مطلقا او اثناء الاستخدام حاول دايما انت تسوي هذه الحركة تدخل على نفس البرنامج مثلا وتقول له مطلقا هذا ما لدعي يوصل اصلا لك او السؤال مرة القادمة او اثناء الاستخدام كل البرامج يدخل عليها اللي تستخدم المواقع وسوي هذه الحركة ايضا من الاشياء اللي دايما الاحظها على البعض انه دايما يشقل نمط الطاقة المنخفض اللي يخلي اصفر وهو على طول يعني هذا خطأ ايضا يأثر على عمر البطارية وهو فقط انت تشغله اذا كنت محتاجه وعند ضرورة فقط مو على دايما وابدا انت مشغله على طول العمال على البطار لا تحاول ما تشغله لا اذا كنت انت محتاجه فعلا بطارية بتخلص تشغله او انك انت مثلا قاعد تستخدم شي ثاني مثلا العاب games او انك انت قاعد موصل مثلا في التلفزيون او في اللابتوب ممكن انك انت تشغله لكن على طول انت مشغل هذا الشي مو زين وراح يأثر على البطارية عندنا ايضا اذا كنت انت مثلا في البيت فالافضل انك تستخدم الواي فاي افضل راح يريح الجهاز افضل من انك تستخدم الداة لانا الداة تسحب بقوة من البطارية فانت تحاول انك دائما تستخدم الواي فاي اذا كان عندك واي فاي متوفر مثلا فافضل من استخدام الداة ايضا النقطة العاشرة التحديثات في الخلفية ايضا تستهلك البطارية في برامج تشتغل في الخلفية انت ما تدري عنها فلازم انت تسكر بعض هذي التحديثات راح تروح الى الادادات عام وراح تنزل تحت الى تحديث التطبيقات في الخلفية راح تحصل كل هذي التطبيقات شغالة في الخلفية وانت ما تدري عنها تستهلك بطارية وايضا تستهلك حتى داتا وانترنت منك وانت ما تدري عنها فانت افضل شيء اذا كنت انت يعني اه مو محتاجها تتسكرها تدخل على برنامج برنامج مثلا وتقول وتسكرها وخلاص اللي انت ما تحتاجها وعارف ما تحتاجها تسكرها يعني افضل لك مثلا الاشياء اللي انت ما تستخدمها تتسكرها تنزل عليهم واحدة واحدة وتسكرها وتسكرهم كلهم او تقولها تحديث التطبيقات في الخلفية فقط اذا كان في واي فاي او انت تسوي له تخلي متوقف نهائيا ترتاح منه او اذا انت محتاجها مثلا تخليه مع الواي فاي وفي ايضا مع الواي فاي والشبكة الخلوية انت تختار بينهم طبعا افضل شيء انك تخلي متوقف او تخليه على الواي فاي وتختار الاشياء اللي تبيها تتحدث فعلا تختارها من هنا والاشياء اللي ما تبيها او ما تحتاجها تخليها ملازم اخر نقطة وهي رقم 11 عليك انك انت تقلق ايضا البلوتوث اذا كنت ما تستخدم البلوتوث اذا مثلا مثلا ما عندك سماعة ابل مثلا الايربود ما تستخدمها عندك سماعة عادية فتسكر البلوتوث وايضا ما عندك ساعة ابل فما لا داعي تشغل البلوتوث دائما لانه يسحب بطارية ويستهلك ايضا من البطارية هذا الاشياء اللي حبيت اني انصحكم فيها في بقصوص بطارية الايفون وحفظها والتغليل من عشان ما يقل عمرها هذا الفيديو عن هذه البطارية راجعوها مرة ثانية وعطوني نقاط اضافية في التعليقات عن هذه البطارية وطريقتكم انتو في حماية البطارية ويطالة عمرها خلنستفيد من بعض في التعليقات واذا كنتم مشترك في غناتي اشترك في غناتي وارجو ان هذا الفيديو اعجبكم لا تنسون اللايك والاشتراك في غناتي اذا كنتم مشترك وتفعل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته